مستقبل كلمشاهدين وحلقة جديدة من الترانز على شاشة القناة الأولى بنكون معاكم كل يوم أربع وبنجمع لكم كل الأخبار المهمة اللي حصلت على مدار الأسبوع على السوشيال ميديا ودلوقتي هنبتدي زي مع ودنكم دايما بفاكر الترانز of the week كريستيان رونالدو يبهر الجميع أزمة كيفين هارت عودة فرقة باك ستريت بويز ويلا بينا نعرف كل تفاصيل الأخبار دي كريستيان رونالدو لسا متصدر التراند من وقت انتقاله للعبة في الدورية السعودي ولكن الأسبوع ده كريستيانو اتصدر التراند بكوة وده الأكتر من سبب أولهم المستوى الكبير اللي بيقدمه بعد ما أحرز سبع أهداف في ماتشين وراء بعض والسبب التاني هو الأهم فكانت صوره بالجلباب السعودي واللي حققت ملايين المشاهدات على السوشيال ميديا كريستيانو ظهر لابس الجلباب السعودي أثناء مشاركته في الاحتفالات بيوم تأسيس المملكة العربية السعودية وظهر كمان وهو بيشارك زملائه في الفريق الرأس السعودي التقليدي وهو ماسك السيف ونشر حساب النصر السعودي فيديو لرونالدو وهو بيرقص بالسيف وبيشرب القهوة السعودي مع مدرب الفريق وعدد من اللاعبين مواليد التمانينات والتسعينات عاملين حالة من الفرح والاحتفال على السوشيال ميديا وده بسبب الإعلان عن تنظيم حفلة لفرقة باك سريد بويز في مصر خلال الشهور اللي جاية وعشان اللي ما يعرفش فرقة باك سريد بويز هي من الأجيال الجديدة طبعا دي كانت واحدة من أشهر الفرقة الموسيقية في التسعينات وكانت أغنيها وألبوماتها مقصرة الدنيا ونقدر نقول كده أن هما كانوا ترند قبل ما يتم اختراع الترند أصلا والحكاية بدأت لما نشرت الشركة المنظمة لحفلات فرقة باك سريد بويز في الشرق الأوسط قائمة للبلاد اللي هيكون فيها جولة للفريق وده على الحساب الرسمي للشركة على الإنستجرام وقالت أن الجولة هتكون في الفترة ما بين 1 و 19 مايو وحتبقى في سبع دول منهم الهند ومصر والإمارات والسعودية فرقة باك سريد بويز زي ما قلت لكم هي فرقة بوب أمريكية بتتكون من خمس أعضاء وتأسست في سنة 1993 في أورلندو بأمريكا وقدرت أنها تحقق مجاح كبير جدا في فترة التسعينات وبداية الألف نيات إحنا كمصريين مش بنسمح لأي حد يغلط فينا أو يتكلم علينا بشكل وحش أو يحاول حتى أنه يشكك في تاريخنا وحضرتنا وعشان كده الستانداب كوميديا العالمي كافن هارت تصدر الترند على السوشيال ميديا خلال الأيام اللي فاتت الحكاية بدأت لما واحدة من الشركات أعلنت عن تنظيم حفل لكافن هارت في مصر وكان مقرر لها يوم 21 فبراير اللي فات ومجرد ما سمع الناس على السوشيال ميديا الخبر عملوا حملة وهاشتاج بيعلنوا فيه رفضهم لإقامة الحفلة لكافن هارت في مصر وكانت الحملة بعنوان غير مرحب بيك في مصر وده طبعا كان قبل ما يعلنوا عن الحفلة أصلا طيب ليه الناس عملوا كده؟ السبب بسيط جدا وكبير في نفس الوقت وهو أن كافن هارت اتكلم بشكل مش لطيف في حفلة من حفلاته عن الفرعنة والحضارة الفرعونية وقال إن مش المصريين هما العمل للحضارة دي كلها لكن الأفارقة وطبعا التصريحات دي استفزت الكثير من المصريين وقتها وهجموه جدا على السوشيال ميديا بمجرد ما أعلنت الشركات عن تنظيم حفل ليه في مصر تم مهاجمة الحفل بشدة والناس أعلنت مقاطعة الحفلة وده اللي خلى الشركة المنظمة تلغي الحفل ولكنها حاولت إنها تبرل الهدف من إقامة حفلة لكافن هارت في مصر وقالت إن الهدف منها هو وضع مصر على الخريطة الدولية للحفلات والطرفيه بأعلى المعايير الممكنة ولكن المشكلة ما كانتش في الحفلة ولا في كافن هارت نفسه يمكن لو كانت الحفلة دي أعلن عنها قبل تصريحاته كانت الناس قبلتها بترحاب كبير زي ما قبلوا حلام فرقة باكستريت بويز لكن المشكلة إن كافن هارت أساء للحضارة المصرية وبكده تكون خلصة فقرة ترانز أوف دي ويك يا طارد فرقت قبل تده على فيلم The Fifth Wave أو فيلم War of the World أو حتى فيلم Edge of Tomorrow فاكن لما كنت بتعطي تفرج عليهم على قصص حروب الفضاء وقيام الكائنات الفضائية بمحاولة غزو الأرض وتقول نفسك إيه الخيال العلمي ده؟ وتسأل نفسك وتقول هو فيه أصلاً كائنات فضائية؟ أكيد كتير مننا شايف إن كل الكلام ده خيال علمي ومش حقيقي بالمرة لكن الأيام الأخيرة بتقول إنه ممكن يكون فيه كلام تاني وعشان أكون واضحة ومحددة كلامي ده مش معناه إنه بقول إن فيه كائنات فضائية أنا كل بقوله إن الأيام الأخيرة بتقول إن فيه حاجة غريبة بتحصل بما إن الموضوع متصدر الترند وناس كتير قوي بتتكلم عنه على السوشال ميديا خليني أحكي لكم على إيه اللي بيحصل من الأول ونفكر مع بعض الحكاية بدأت إزاي؟ الحكاية كلها بدأت من أسبوعين تقريباً لما خرج الجيش الأمريكي والكندي يعلنوا إن هما نجحوا في إسقاط أجسام إستوانية طائرة غامضة وبعدين قالوا إن الأجسام دي مش طائرات تجسس سينية وسكتوا على كده طبعاً حالة الصمت دي خلت كتير من الصحف ووسائل إعلام العالمية تتكلم على إنها أطباق طائرة فضائية لكن الغريب إن لا الحكومة الأمريكية ولا الكندية تلعوا نفوا أو أكدوا الكلام ده وده اللي خالى الناس تتكلم أكتر وأكتر من كام يوم وتحديداً يوم الجمعة اللي فات نشر الصحيف الديلي ميل البريطانية إنه فريق من العلماء الفلك في جامعة ترونتو الأمريكية أعلنوا على لسان عالم الفلك بيتر ما أنه تم التقاط 8 إشارات راديو غامضة من الفضاء وقالوا إنهم حتى الآن مش قادرين إنهم يعرفوا أو يحددوا مصدر الإشارات دي ولكن ممكن جداً تكون دليل قوي على وجود حياة خارج الأرض وبالمناسبة دي مش أول مرة يحصل فيها الوقع دي لأنهم في سنة 2015 تم برضو التقاط إشارات راديو غامضة من الفضاء ولكن الوقع الأهم كانت سنة 2021 لأنه في السنة دي تم التقاط إشارات راديو برضو وقدروا إنهم يحددوا موقعها وقالوا إنها جاية من مجموعة شمسية بتشبه كتير جداً المجموعة الشمسية بتاعتنا وتوقع العلماء إنه ممكن يكون فيها حياة طيب بما إن الموضوع غامض جداً وفي أسئلة كتير ملهاش إجابة فهيكون معنا دلوقتي مدخلة من الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي اللي علوم الفضاء إزاي حضرتك يا فن؟ أول سؤال حسأله حضرتك هو السؤال للناس بتتكلم عنه على السوشيال ميديا هل ممكن يكون فيه حياة خارج كوكب الأرض؟ آه ممكن ممكن سعر الشوائط هنا بتقول كده اللحاة في الردات الراديوية اللي بتجيلنا مأثر من 15-20 سنة لكن الآن حديثها في الراحل 6 سنوات فالكلام ده لازم يكون على الحضارة عاصلة أطلعشها من كده على السنة طيب بتفسير حضرتك إيه الموضوع الأطباق الغامضة اللي تم إسقاطها في أمريكا وكندا؟ والله في أمريكا يعني البنت جون كان متحطس على إن هو يعلن عن أي حاجة لكنه أعتقد فترة بسيطة أعترف إنه ممكن فيه حاجات وهو في راجعها ومجرس الضبط طلب منهم كده يعني فيه فعل أعترف في ناحية رتيج أجسام طائرة غريبة وقد تنتج عن حضارة أسكى من هنا حضارة ذكية طيب بالنسبة لموجات الراديو هل ممكن تكون دليل زي ما يبيقولوا لوجود كائنات فضائية؟ أه موجات الراديو على فكرة مربو أعترف مشاهد كريني تسامها دي أبنى على صفحة كائرومغراسيسي صفحة كائرومغراسيسي اللي هو وضوء الشام ينقص من جامع راي أو أشعة جامع أشعة إكس اللي هي خوبة الاحتياجية وبعدين المرقي اللي علينا مشوف فيه وبعدين الحمراء القريبة في المتوسطة البعيدة في الراديو أشعة الراديو فدي معناها أنه تطلع وطبعا جاي من أجسام بعيدة فضاء صحيح فمعناها أنه فيه حاجة يعني تظل أنه فيه حضارة فعلا غير حضارة الإنسانية وهي متخدمة عن نمع طب معلش يا دكتور أنا هسأل حضارتك الأسئلة بتاعت المشاهد العادي اللي قاعد بيتفرج عشان الدنيا ما تبقاش مكالكعة على أي حد بيتفرج علينا دلوقتي أنا هسأل الأسئلة اللي هي بالنسبة لحضارتك ممكن تكون بسيطة أو يمكن تكون توفولية كمان هل ده معناه أن حضارتك بتقول آه فيه حياة في كواكب أخرى الحياة دي تنفع للبنيات من ولا لا؟ أنا أعتقد أن فيه حضارات موجودة وهي أذكى مننا بدليل أن الطائرين الأمريكان شاهدوا مركبات فضاير عكس التجاري الريح وبسرعة كبيرة جدا يعني هم حتى الرادارات دي تجيبها يعني شاهدوها ونمح البصر فتعرف فيه النهاردة حاجة والبنت هجونا عثارة في أن موجود حيزة كده وحاليا بيشغلوا على الموضوع الساكل جيد طيب الحياة دي حضارتك بتقول أن هي فيها حضارة أنت بتكلم أن هم مش بني أدنين يعني لا احتمال يكونوا مش زينا ببشر بطبطها حضارة بتقدمة عننا يعني حضارة بتقدمة عننا ممكن مكونش بشر ش زينا ولكن ممكن يكونوا بشر بس أكثر تقدمت محدش يا عرب بطبط لكن أعتقد بصي يعني حتى فيه المنظرات قالوا إن الكائنات بيستاذ تنجر بعد التفجيرات الضرية اللي كانت تعملت الأول في السينات يعني طبعا عشان تفجير الضري وعشان يتشاف من ألاف أو مئات السنوات الضوئية فأكيد أن هو بيوصل على ضد طويلة يعني فمعنى أن هم يدروا يتعرفوا عليها حتى في الدولة البطيرة السينات هل مثلا فيه أي حوادث أو مؤشرات حصلت زمان ممكن تقول إنه فيه كائنات فضائية فوق يعني حاجة حصلت من زمان تدل على ده هي الأطباء الطائرة الأطباء الطائرة يعني دي مين اللي بيجابها بعدين زي ما البحارة الأمريكان وساح الجو الأمريكي قريب لهم رفض بعض المركبات السريعة جدا اللي بوليك يعني ضد حتى الريح يعني بتواجه الريح وسريعة ومش هرتحجزها وشافوها بالشعر واحد دي عادة كبير جدا بطهريس يعني أنه فعلا فيه حاجة في الحياة لكن هل تكون أدمية أو غير أدمية؟ المهم فيه كريتشارز يعني فيه مخلوقات طب فضائية وكذا فيه كريتشارز يعني طب دكتور إيه رأي حضرتك في قصة المنطقة 51 الأمريكية وكلام الصحف الغربية أنها خاصة بالتواصل مع الكائنات الفضائية أو الأبحاث الخاصة بالقصة دي؟ والله الكلام دي تقال كتير ولكن ما حدتش أكده أنا ما حدتش أكده بوليك الأمريكيين على استطال معهم والمسيطية يعني شاعات أو شاعات لكن ما حدتش أكدها من الأمريكيين إن هل فعلا على استطال الكائنات دي سلقة وهم اللي دونهم سر العرومي الحديثة ولأ مجرد كلام يعني شغالت من الروس طيب حضرتك تقدر تقولي بنسبة كم في المية ممكن يكون فيه حياة أو وجود حياة خارج كوكب الأرض؟ لا أنا 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 متأكدين إن فيه وجود حياة خارج الأرض يعني حتى على المريكي حتى الحياة بكتيرية يعني وجدوا إن فيه حياة بكتيرية أولية ولكن أكيد التواكب الأخرى لأن هنا أنا ممكن يكون فيها ظروف حياة أفضل يتديك أن تصبح تطور أو أكثر تطوراً دكتور هل الشكل اللي إحنا متخيلينه والكائنات الفضائية اللي بيجي لنا من الأفلام أو من الكارتون ممكن يكون حقيق؟ الأفلام من الوحي الخالي أنا ظهرت الأفلام دي بعد تكون أكثر طايرة فلكن هل ما أقولك هل ما أحدش عارب بالضبط الشكل؟ هل هو إنسان أو مخلوف أكثر تفضوماً أو أقال؟ ممكن يكون زينا ولكن أكثر حضارة يعني اعتفاض الشخص يعني يعني ممكن يكون زي الإنسان وتأكد دكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفلك بنشكر حضرتك جداً على المداخلة والمعلومات المهمة اللي حضرتك ادتها لنا في النهاية أنا عايزة أقول حاجة مهمة إنه زي ما قلت في أول الفقرة إحنا بنناقش القصة دي لأن الموضوع متصدر للترند حالياً طبعاً وناس كتير قوي بيتكلموا عنه وفوق كل ده في دول وبلاد كتير قوي بتصرف مليارات الدولارات على أبحاث الفضاء وعلى إنهما يوصلوا للكواكب اللي ممكن يكون فيها حياة خارج كوكب الأرض يعني باقتصار إحنا نقشت القصة دي علشان نحسم الجدل الخاص بيها وبكده تكون خلصت فقرة سكوب خلونا نروح نشوف دلوقتي فقرة السوشال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا وده معادنا مع فقرة السوشال لاب النهاردة اخترنا لكم رانا رئيس اللي الفترة دي بتعيش حالة من النشاط الفني خصوصاً بعد أداءها المتميز في مسلسل أزمة منتصف العم وكمان موضوع عائلي وبتنتظر في المهل جديد بعد الشهر واللي بيشارك فيه علي ربيع وهيتعرض في العيد إن شاء الله تعالوا نبدأ من التسيك توقن إنه متفاعل عليه بشكل كبير بتابع رانا رئيس 2 مليون و 500 فالور أما هي فبتتابع 114 أكاونت وحققت 14 مليون لايك على التسيك توق طب ما أصال عندها حق يعني اللي نمسك في الغيب ما هو مش من قلة الحبائب ما فيش حبائب هاتلنا الغيب من التسيك توق نروح للإنستجرام لأنه تاني أبليكيشن هي بتحب تستغنمه وبتنشر عليه صور وفيديوز كتير بتابع رانا رئيس مليون و 700 ألف متابع وهي بتتابع 1311 أكاونت معظمه من نجوم من الوسط الفني ونشرت لحد الوقت حوالي 159 صورة وفيديو معظم الصور والفيديوز على الإنستجرام عن مسلسلتها وكواليس لأعمالها فلقينا أنها نشرت أكتر من 30 صورة لأعمالها الفنية رانا رئيس دايما بتحرص أنها تختار اللوكس بتاعتها في المهرجانات الفنية بطريقة هادية وآنيقة ونشرت أكتر من 100 صورة لإطلالات مختلفة لها وكمان لقينا أكتر من 50 صورة لفوتو ساشنز وبكده نكون خلصنا فقرة السوشال لاب الأسبوع اللي فات كان فيه كلام كتير قوي عن السياحة يعني مثلا شفنا النجم العالمي ليوناردو ديكابريو بيتكلم عن جمال الشعب المرجانية في البحر الأحمر وشفنا كمان وزارة السياحة والأثار بتعلن عن الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتطوير المتحف المصري في التحرير وطبعا كلنا منتظرين افتتاح المتحف المصري الكبير واللي هيكون السنة دي إن شاء الله واللي من المتوقع أن يكون حفل الافتتاح بتاعه طبعا حفل عالمي عشان كده احنا قلنا أنه لازم يكون معانا النهاردة ترافل بلوجر مهتم جدا بالسياحة الداخلية والفيديوز بتاعته عن الأماكن سياحية والأثارية في مصر بتحقق ألاف المشاهدات على السوشيال ميديا ضيفنا النهاردة هو البلوجر يوسف أحمد إزايك يا يوسف؟ الحمد لله تمام إيه الأخبار؟ كله تمام أنت لسه جاي من ساعتين صح؟ من ساعتين بالضبط من فين؟ من سيوة من سيوة كنت بتعمل إيهنك؟ كت رحلة أربعة يم بنقعد على جزيرة في نصف البحيرة الملحة وكل يوم بنزور مكان في سيوة مختلف فيه يوم كان سفاري في بحر الرمال العظيم يوم بنتعرف على الهيستري بتاع السيوة تاريخ سيوة كله بنزور المعابد اللي هناك ويوم بنروح بحارات الملح اللي بالنسبة لي أحلى حاجة في سيوة طبعا طب أحكي لي تاخد تقريبا كم ساعة سيوة من قاهرة لسيوة؟ وبتسافر إزاي؟ الطريق لو مش هتوقفوا فيه بياخد عشر ساعات بس طبعا بالوقوف والرست والحاجات دي بيرسع على اتناشر ساعة ده كتير قوي بس بالسافر بعربية؟ ببس ببس العربية ممكن تكون أسرع شوية؟ ولا هي هي؟ لا أعتقد هي هي ما بتفرقش قوي ما بتفرقش؟ لا هي أقل حاجة عشر ساعات طيب أنا عايزة أسألك على حاجة إحنا عرينا إنك سفير وزارة السياحة احكي لنا التايتل ده إزاي جيه؟ أنا أولا بقالي ست سنين بسافر جوة مصر الحساب بتاع الإنستغرام هو أبار عن مصر بس مطلعش بره مصر قررت إن أنا أكدس حياتي كلها إن أنا أوري الناس الأماكن اللي في مصر اللي هما ما عرفوهاش والأجانب أغير المفهوم الخاطئ اللي عنده إن إحنا مش لسه بالجمل وكده اللي هما بجد فيه ناس لسه فاكرة إن إحنا لسه بنركب جمال في الشارع وإن الأهرامات في نص الصحرة بجد مفهوم خاطئ فقررت إن أنا أوريهم إن ده غلط فبدأت أسافر وأتصور وأنزل صور وأكأنزل فيديوز الفيديوز دي بتنتشر بطريقة كبيرة على كل سوشيال ميديا فاجأ لقيت وزارة السياحة بيأزموني على كام إيفنت بعد كده بقوا يصفروني مثلا منطقة معينة شارم الشيخ مثلا يقعدوني فيها أسبوع أصور لهم كل حاجة فيها وأبعث لهم الفيديوز دي هما ينزلوها حتى لحد ما بقيت سفير وزارة السياحة أي إيفنت لي علاقة بوزارة السياحة افتتاح مثلا أو عدى مثلا مئة سنة على توت عن خامون الحاجات دي أنا بروح أكافرت للسوشيال ميديا بتاعته طبعا تايتل مشرف بصراحة صراحة أهو صح؟ أنا بفتخل لما بقول كده الصراحة لا طبعا تايتل حلو جدا وغير أن هو كمان التايتل وأن أنت بتعمل حاجة جميلة لبلدك كمان فكرة أن أنت بتشوف حاجات كتيرة جدا وفكرة تسفر كتير وبيدي لك فرصة أن أنت تشوف برضو حاجات وتحضر إيفنت ما كنتش ممكن تكون متخيل أنك تشوفها بالزبطة كده طيب احكي لنا عن الفيديوز بتاعتك أنت بتقول أنا قررت أن أنا أسافر جوه مصر فقط وطبعا هي كبيرة وحلوة فيها كل حاجة كبيرة أبعا بس إيه اللي خليك تخلي المحتوى بتاعك على السوشال ميديا وفكرة الترافلينج أو الصفر وأنه يكون داخل مصر فقط زي ما قلت ناس كتير قوي أول حاجة بتبقى عايزة تسافر بره على طول بس هم أصلا ما شفوش اللي عندهم الأول لشان يسافروا بره فأنا الفكرة دي يوسف إحنا لو عادنا يعني 20 سنة نحاول نخلص اللي عندنا في مصر مش هيخلص دي حقيقة ناس بس بتروح تذهب أو مثلا دهب واسكندرية وتقول لك أنا خلاص سلفيت مصر كلها ولأ هي مصر كبيرة قوي وحتى المكان الواحد قاموا أروح عشر مرات والعشر مرات أعمل حياة جديدة كل مرة فحتى لو أنت لوحتي الغرداء مرة مثلا ما يفعلش تقولي خلاص أنا روحت الغرداء مرة لشان الغرداء دي لوحدها في 20 ألف حاجة من كنت تتعامل ده البرت للمصريين الأجانب بقى بجد كنت عايزة أصلاح المفهوم ده لشان أنا بتعامل مع أجانب كتير قوي وبجد بيكلموني بكل جدية اللي هو فيه ناس بتسألني عندكوا إنترنت في مصر فيه ناس بتقولي حاجات مستفزة جدا اللي هو لازم نغير المفهوم ده فحصيت أن أنا ممكن أخد الفيديوز بتاعتي دي ووصلها لعالم كله وبجد يشوفوا يعني إيه مصر نحن لسه مش لسه فرعنا ولا أجمال ولا أهرامات أهرامات جميلة وكل حاجة بس فيه حاجات أجمل بكتير قوي لازم يشوفوه تفتكر إيه أول فيديو جاي عليه أقبال كبير جدا على السوشال ميديا من الفيديوز بتاعتك آه من سهوش طبعا احكيني عنه أنا كنت عامل زي سلسلة فيديوهات كده اسمها ذريل إيجيبت مصر الحقيقية بوريهم في الأول جزء الناس فاكرة مصر عاملة ازاي بتجي فيها الأهرامات والصحراء والجمال وكده بعد كده الحقيقة اللي هو مصر فيها لأ شواطئ مش موجودة في العالم كله بشهادة ناس لفة العالم فيها أماكن بجد زي الصحر البيضة والسودة الحاجات دي لما تروحوها بجد على الحقيقة الانبهار مش طبيعي زي المكان ده في مصر حتى أول حاجة بتقوليها احنا مش حاسيني احنا في مصر فدي أول فيديو عدى الاثنين مليون فيو ده أول فيديو على طول؟ أول فيديو عدى ده أول فيديو تشهر جامد أول فده لا يمكن أنساه وكان عن الصحراء لا كان عن الناس فاكرة مصر عاملة ازاي ومصر في الحقيقة عاملة ازاي طب يجي لك كومنس من أجانب؟ كتير جدا طب احكي لي كده طرحنا شوية نص الفولورس بتواقي أجانب اللي يقول لي إيه ده ما كناش فاكرين كده واللي يقول لي إيه ده الأفلام تلعت غلط خالص طبعا مصر بتطلع في الأفلام الجمال وأهراماته فلا كلهم بيقولوا لي ما كناش نتخيل الجمال ده كله موجود في مصر طب انت روحت كم حتة جوه مصر حكي لي كده عن الأماكن انت روحتها جوه مصر وحكي لي عن أكتر حاجات غريبة أكتر حاجات غريبة قولي الأول أنت روحت فيين جوه مصر أنا رحت كل حتة في مصر خلاص لقصر طبعا أسوان لا الحاجات دي كلها روحتها لفيت مثلا أربع مرات فلقصر أسوان غردقة مرسعلم فيوم لوحات الدخلة الخارجة شرم الشيخ طابة نويبعة سيوة روحت كل حتة طيب إيه انت شايف من وجهة نظرك أكتر أما كان كان مميز بالنسبة لك أو ما كنتش متوقع أنه هو يطلع عامل كده ولما روحت مبهرت صحرة ببيضة دافنت لي المكان ده بجد هما مسمينه أكتر أنك طلعت الأمر تيب تروحي الصحرة كلها حجر جيري بس على شكل على أشكال كتير قوي في المشوم في الفرخة في أبو الهول في حاجات كتير قوي فأنتي بتبقي ماشية في صحرة كلها رملة هناك نعمة في حتة رملة نعمة بس الصحرة ببيضة دي مش رملة نعمة حجر جيري حجر جيري ده بيبقى ناشف طبعا بس المنظر هناك بالزاد في الغروب والشروق خطيرة جنبها بقى على طول الصحرة الصودا زي حاجات بركانية كده زي جبال بركانية كتير قوي على مرمى البصر كله فأنتي بتطلعي جابل كده بصي من فوق تقولي برضو ازاي المكان ده موجود في مصر ويحنا نعرفش عنه حاجة طب انا عايز اقلك بقى شوية اسئلة كده بالنسبة للمشاهد الطبيعي اللي قاعد يتفرج علينا هيبقى بيسألها جوا دماغو اول حاجة الوقت الدقيع بالعربية و بالأوتوبيس عشان نروح الصحراء اربع صعاد بزر اربع صعاد ده مش كارثة خالص مش كارثة خالص فيه قوتلات هناك ولا بيعملوا كامبنج لا اول حاجة حرام نروح الصحراء و نعود في قوتل عشان بجد هي اكسبيرينس الصحراء كلها يتعادي في الخيمة وتولعي نور بالليل تفرجع النجوم لها الحياة البسيطة بس طبعا محتاج جروب او شلة معاك علشان ما تزهقش تختلف من واحد لواحد انا ممكن اروح للصحراء مع اتنين صحابي وببسط جدا بس طبعا لو مع الجروب كبير بيبقى في حفلة بيبقى في ناس كتير تتكلم معاها و مفاهمة فبتختلف و انت بقى بتجيب التنت او الخيمة وتعملها في الصحراء والبيت هناك هو الناس اللي عايشة هناك بيدوكي كل حاجة اه يعني انت بتروح لواحدك انت بتروحي بشنتتك اوكي و هم هناك بيروحوا مدين لك الخيمة بتاعتك خيمة ومرتبة وبطنية و سليبينج باج وبتبخولك اكل في الصحراء كل حاجة و دي جوجلتهم ومهنتهم هناك لكنك قاعدة في قتال بالزبط هم بيعاملوا كل حاجة بس عرامة اه بس في الصحر في الصحر دي حلوة قوي دي خطيرة طب هل المكان ده يعني ممكن يروحوا مثلا من سن كام يعني مثلا عيلة مثلا بأطفال صغيرة ولا لا اه لا انصح مثلا اول سنة بقى 15 سن اوكي الاطفال مش هتفهم اوه في الصحراء مفاش حاجة تبوصي عليها تنبهري انتي لازم تروحي بتحسي المكان مش بتتفرجي عليه فالاطفال مش تفهم قوي هيلعبوا في الرمضة شوية وهيزهقوا بس 15 سنة بجد تبدأت تتحسي بفهم ما اللي هو ايدا انا رحت خيمت ونمت في الصحراء فيش حمام مفيش سيجنل مفيش اي حاجة يعني هناك كمان مفيش تلفونات فيش اي حاجة بتروحي تفسلي عن العالم كله فيش اي اخبار بتوصلك يعني الواحد برضو من وقت التعيم اكيد بيكون محتاج انا لازم بروحها تليست مرة كل ثلاث شهور ياه اه اربع مرات مثلا اوه على الاقل اكتر مكان روحته في مصر المرة الجاة تبقى المرة رقم عشر الليه ان شاء الله طيب دخول الصيف جاي والناس طبعا بتشتكي من المصايف واسعار المصايف وقد ايه الدنيا بتبقى غالية جدا على المواطن في ان هو يصايف بعيلته وكده انت تقول لي على مكان مصيف ينفع للاطفال وكعيلة من غير ما يكون اسعاره غالية ويكون بحر حلو طبعا وما يكونش يعني غالي ان احنا نقضي مثلا اسبوع او عشر تيام هناك بصي اجمل شواطئ روحتها في مصر شواطئ كلها شواطئ عام فده مش هكلفك اي حاجة لو انت روحت اقعدت في قتال على قد الفلوس اللي معاك وتاخدي عيلتك وتاخدي كل حاجتك وتروح تقضي اليوم في الشاطئ ده زي مارس عالم مثلا مارس عالم كلها شواطئ عامة المزارات بتاعي تقصي شواطئ عامة فانت لو روحتي خدتي اكلك خدتي كل حاجة قضيتي اليوم كله على البحر عطبستي جدا وبجد مش تتفاق اي حاجة ولا حاجة ولا اي حاجة يعني يوب بلاش تسكرة المحمية تقريبا 10 جنيه 15 جنيه ياه والقطل انتي على حسب البدجت بتاعك على حسب في المشيط بس في قتلات بتختلف اسعارها في حاجات قليلة سعرها مناسب في كلها من اول شواء لحد قتل خمس نجوم طيب ومارس عالم بنروحها في مطار ولا بيبقى بالعربية في مطار بس المطار عن المزارات برضو ثلاث ساعات فالواحد لسي يروح بعربية تروحي بعربية وكم ساعة 12 ساعة برضو برضو ممكن تاخذي الطيارة بعد كده ثلاث ساعات بالعربية عشان تروحي للحاجات لكن بس هي برضو فكرة اللي هما بيقولوا عليها الرود تريب أو اللي هو الرود تريب صلاحة جميلة انت الرحلة في العربية أصلا طريق الغردقة جميل جدا ووسط الجبال ومتسافل يعني برضو فعلا الرود تريب جميلة طيب ايه هي الهيدن جيمز اشرحي الأول يعني ايه معناها وإيه اللي حصل في الموضوع ده حكي لنا عنه الهيدن جيم يعني مكان حلو قوي ناس متعرفش عنه حاجة فدول في مصر كتير او الصراحة عشان هو بجد مصر الاماكن المعروفة فيها هم اتنين ثلاثة ام الدهب ووسيوة طالع ترند دلوقتي ونويبع مصر او الساحل او الجونا الحاجات دي بس الهيدن جيمز مثلا جزيرة هيصف اسوان دي الجزيرة بجد موحبش اقول زي حاجات بره بس عشان تعرفي انا بتكلم عن ايه زي سانتوريني في اليونان بالزبط جبل عليه كامبس قاعدة شايفها فيون نيل على مرمى البصر برضو نفس لون المياه تعت اليونان نفس كل حاجة الغردقة فيها جزر في نص البحر الناس ما تعرفش عنها حاجة خالص يعني هو المشهورة قوي جزيرة الجفتون بس فيه جزر تانية زي جزيرة جوبل زي جزيرة طويلة بس الحاجات دي هتبقى في البحر الأحمر قدام الغردقة قدام الغردقة بالزبط يعني هي جزيرة طويلة دي بيبني عليها دلوقتي منتجعة أصلا زي المالديفز بالزبط فيلل جوه البحر اللي هو بتفتح الإزاز تبقى بجد جوه يعني هي مبنية فوق البحر بس ده لسه هتفتح السيف ده إن شاء الله إن شاء الله طيب ممكن تقول لي ايه أشهر الغلطات اللي الناس بتعملها لما بتيجي تسافر أشهر غلطة كلنا عارفين انه هو بنحجز مكانه على حسب بالصور اللي بنشوفها من السوشيل ميديا من غير ما نقرأ أي ريفيوز عنه فبنسبة 80% بتروح تشوفي حاجة تعنيها خالص غير اللي انتي شفتيها على السوشيل ميديا بتبقى صادمة طبعا فأول حاجة لازم عنها نقرأ الريفيوز والريفيوز من حد يكون بيين ان هو فعلا راح مش أكاونت فيك أو حاجة فهي دي بجد اللي بيبين المكان بيبين الإكسپيريناس هناك عاملة إزاي ممكن تبقى القوضة حلوة بس مثلا الحيطان رفياع جدا فأنتي قاعدة سامعة كل حاجة بتحصل برا كده كده الصور اللي على السوشيل ميديا دي هما بينققوا أحسن حاجة عندهم طبعا أنتي مش شرط تروحي تاخدي نفس الصورة اللي انتي شفتيها مش نفس القوضة مش نفس الريفيو حاجات دي يعني أول حاجة وإحنا بنحجز القتل نبص على ريفيوز أول حاجة قبل الصورة إنه إحنا ممكن نبقى مثلا المكان إحنا طول اليوم برا فيه وميحجز القتل غالي جد فأنتي الفلوس دي بتضيع وإنتي أصلا بتروحي تنامي تسحي الصبح تمشي من المكان ده صح فأنتي أول حاجة أول حاجة تشوفي المكان أنت رحاضة هل أنت فعلا هتعودي فيه لو الغرداء مثلا رحى في ريزورت لأ أنت هتعودي لأربعة يام جوة لريزورت فهتنقي حاجة كويسة بس حاجة زي سيو مثلا لأ أنت تتولي اليوم برا حرفين بجد تسحي الساعة 8 الصبح تطلعي ترجاي لأوتال الساعة 10 بالليل فليه ندفع أوتال غالي أو حاجة فلازم تشوفي هتعامل إيه الأول و أكوردنج للي أنت تعملي تحجزي الأكوموديشن مش العكس طب الباكينج أنا بقى اللي دايما عندي مشكلة كيف وأعرفش بجد عمل إيه يعني خصوصا لما بيبقى طبعا بأدخل أبص أشوف درجة الحرار بتبع عملها زي وأكيد عمره ما بتكون مظبوطة أو أكورد مية في المية لكن الوقت عارف اللي هو بين السيف والشتة اللي هو بتبقاش عارف تحطي إيه في شنطتك شتوي ولا صيفي تقيل ولا خفيف أنت بتعمل إيه في الموضوع ده خلاص تعودت بقيت عارف تاخد إيه معاك أنا عشان الواحدة لأماكن كتير أغف أنا عارف هي في السيف عامل إزاي في الربيع أعمل إزاي في الخريفة أعمل إزاي بس وفي أماكن بتتجنبها في وقت معين آآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ vehicle آآآآآآآآ إلا لو معي حاجات أكثر مخصوصة للمكان، عوامة مثلاً، عوامة دي تبقى كبيرة كده. فبنكرر قبل السفرية، مش وإحنا هناك. هتلاقي الموضوع بسيط جداً. طبعاً الوركاست، درجة الحرارة، تديكي انديكيشن بس مش قوي. فانتي لو خايفة ممكن تجيبي جاكت واحد مثلا زياد تلبسيه فوق الهدوم. بس مش اللي هو جيب هدوم شتوي وصيفي وهناك هكرر. دي أنا دي. ديت بصعب قوي دي. طيب. ايه خطتك الجاية؟ أنا عارف ان انت لسه راجع من سيوة زي ما قلنا. بس عايز عارف لو في سفرية تاني قريب. قريب لا الصراحة. انا مسافر ادرس برا مصر لمدة خمس شهور. فالخمس شهور الجاية دي مش في اي حاجة. بس او مرجع ان شاء الله هكمل السفرية دي. قريبين؟ رايح الماني. هتاخد اي كورس؟ انا بدرس اصلا في الجامعة المانية. انا لسه في الجامعة. فبادرس هندسة اخر سمستر هادرس ابر. طيب. في انتباع كده دايما بيقول انه الناس علشان تسافر حتى لو وجوه مصر. ممكن يكونوا محتاجين تكاليف وفلوس كتيرة جدا جدا جدا. تقول ايه للناس دي؟ كلمة دي عامة قوي. ما تتطبقش على الناس كلها. السفر اكوموديشن. اقامة. ترانس بورتيشن. الانتقالات. والاكتيفتي زي متوتاملوه هناك. كل حاجة من دول. في منها. اللي بمية جنيه. وفي منها. الفين جنيه. يعني فاش اروح عاد في قتال بعشر تلاف جنيه. واقول السفرية دي كتت غالية جدا. انا اللي عامل كده. حتى الجونة. الجونة معروفة انها غالية جدا. انا ممكن الفين تلات تلاف جنيه اروح عاد خمسة يام في الجونة. هتأجر شقة انت واصحابك. هتاخد بدل العربية. تاخد اوتوبيس. الحاجات دي كلها. موفر. بتوفر بالزبط. كل واحد على قد فلوسه بيسافر. فاي مكان حتى الجونة. الجونة دي من اغلى الاماكن في مصر. بس بجد انت ممكن بولا حاجة تروحين. فالجملة دي غلط خالص. غالية او رخيص انت اللي بتحدديها مش المكان. بالزبط من طريقة ازاي انت هتقضي كام يوم دول. بالزبط كده. في بس من اول 100 جنيه لحد التذكرة ب1000 جنيه. طيب يوسف انت عندك فالوريس كثير. ما شاء الله على السوشال ميديا. بس انا عايز اسألك سؤال. لو اي حد بعتلك رسالة. اي انسان انت متعرفوش عامل لك فالو او لا. وبيسأل اسئلة معينة عن ان هو محتاجة طع سفرية معينة. او بيسألك سؤال معينة هتقدر ترد عليه. بحاول على قد ما اقدر الصراحة. مش مش هوعدك ان كل الناس. بجد بيجيلي ميسيجز كتير قوي. فبشوف ايه السؤال اللي بجد هو مش هيعرف يلاقيه في حتة تانية. وبرد عليه. بس بجد ساعت ما بقاش عندي وقت ارد على ناس كلها. طبعا. فبس فيه زي برايوريتيس كده. عدد الفولورز بتوعك دلوقتي بيقضيه. احنا علينا سبعة وتسعين الف. ان شاء الله. ان شاء الله نوصل مياه. ان شاء الله. يوسف انا بشكرك جدا على وجودك معي النهاردة. ومبسطت قوي في الانترويو بتاعك. ووضحت لنا حاجات كتيرة. والمارة الجاية انا هبعتلك. هشوفك هترد والأ. عشان لما بقى مسافرة اسألك كم سؤال. شكرا. مرسي يا يوسف اول. وبكده تكون خلصت حلقتنا. اشوفكم الاسبوع جايب حلقة جديدة ان شاء الله. باي باي.